أتكلم عن استخدام الذكاء الإصطناعي في الأكسل إزاي أستخدم الذكاء الإصطناعي في الأكسل علشان يعمل لي فورميلا خصوصا لو أنت مش عالف تكتب الفورميلا بتاعتك بشكل جيد جوه النهاردة بأداة مميزة جدا أو إكستنشن مميز جدا هتضيفه داخل الأكسل في 3 بلان تعالوا نشوف مع بعض هذه الأداة واللي هي فورميلا بوت الأداة دي فيها حاجات كتير جدا ممكن تمكنني من عملها وحاجات ممكن متقدمة كمان أكتر ما إحنا اتكلمنا في الأكسل ولكن الجزء المهم بالنسبة لي اللي أنا جاي أتكلم عليه وهو الجزء المتعلق بجينيريت فورميلا أو عمل فورميلا تقدر أنت تعمل لها إنستول على جوجل شيتس وتقدر كمان تستخدمها على الأكسل عشان الناس اللي ممكن تقولي أنا ما باستخدمش الأكسل أنا باستخدم جوجل شيت تقدر أنت تنزلها كأكستنشن على جوجل تعالوا نشوف كده بالنسبة لي الخطة المجانية اللي موجودة في هذه الأداة بتقدم لي إيه؟ بتقدم لي 5 Formula Generations per month 5 معادلات مجانية في الشهر و 10 Data Analyzer حوالي 10 مرات Data Analyzer per month و 20 Automation Tasks في الـ Excel أو Google Sheets على حسب استخدامك أنا النهاردة جاي أركز على Formula Generation تعالوا كده نشوف مع بعض هنحملها منين؟ أولاً أنا حروح للـ Excel هفتحه وحبتدي إن أنا أروح لقيمة Insert ومن قيمة Insert ببتدي أروح للـ Add-ins وأبتدي أنزل عندي من الـ Store ازل الـ Add-in بتاعتي اللي هي اسمها Excel Formula Port حعمل Search وحلاقيها موجودة عندي في أول اختيار هنا في بحث بالـ Popularity أنا مخلية كده دايماً ويحعمل Add وحعمل Continue هتبص تلاقي هتكون موجودة عندك في الـ Home tab موجودة عندك هنا Show Formula Pot هنا هتبتدي تعمل Sign Up For Free لأنت بتسجل لأول مرة لسه منزلها وبتسجل لأول مرة حيحولك على الموقع هتبتدي تقول له Get Started For Free وتبتدي أن أنت تسجل بـ Full Name وبالـ E-mail وبالـ Password يلا بنا نسجل وبعد كده نشوف هنعمل إيه بهذه الأداة داخل Verification Code على الجيميل هتلاقي نفسك خلاص عملت Sign In داخل الأداوة ولكن من خلال الموقع تعال بقى داخل Excel ندخر الإيميل والـ Password ونعمل Log In عملت Sign In داخل الأداة نفسها وهنا أنا عندي Generate Formula وExplain Formula والميزة أنها كمان بتديك Five Formulas For Free تقدر أن أنت تعمل لها Generation أو توليد في الشهر وهنا هروح لـ Generate Formula وهنا بتبتدي تقوله أنت عايز وعايز أقوله هنا لو الـ Score بتاع الطالب فوق الخمسين فهو Pass لو هو يعني مش كده أو معلم من خمسين يبقى هو يعتبر Fill أو يساوي خمسين تعالوا نشوف هنعملها إزاي طبعا لو أنتوا تفتكروا في الإكسل احنا كنا بنعملها بـ If Formula أو بقاعدة If احنا هنا هنقول للـ AI Formula Put إنه هو يعمل لـ Generate للفورميلة بتاعتي هنا هنقوله If score in هنا مثلا AI 2 I2 دائل سل is greater than or equal 50 j2 j2 will pass if not it will be fail هنعمل هنعمل بقى الكلام ده ساب مات هنا عطاني اهو ادي الفونكشن بتاعتي لو الـ Score اللي موجود في i2 is greater than or equal 50 so j2 will pass if not it will be fail هنعمل اقل من 50 هنعمل انا هنعمل هنا copy وهبتدي اخده هنا وهنعمل control v وهنعمل سلاقي انه past لو تفتكروا كنا بنيجي هنا علشان نطبق الفورميلة بتاعتنا على الكل كنا بنيجي نسحبها بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين ده 50 هنعمل pass fail 23 pass 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 لو رحت هنا مثلا عملته يبقى 20 هيبقى fail بالمنظر ده فانت هنا لو انت مش عارف الفورميلة تكتبها ازاي او خيف تكتبها بطريقة مش صحيحة انت بتروح تقول في generate formula ودي ابسط اداة من وجهة نظري تقدر انك انت تستخدمها في عملية generation الخاصة بي الفورميلة بزي خصوصا للمبتدئين في استخدام الاجسل واستخدام المعادلات ممكن تستخدمها لتوليد خمس formulas او generate five formulas per month وكل شهر تبتدي تتعلم فورميلة جديدة لحد ما تتقن الفورميلة على قد ما تقدر اتمنى تكونوا استفدتوا من الاداة بتاعت النهار ده متنساش لو كنت بتشوفنا الاول مرة تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل بديد ولا كنت من متابعينا الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم فرعاية اللام والسلام عليكم رحمة الله وبركاته